لكن الأخت محمد كانت تسأل عن صيام الست قلني سأصوم بعضها في اليام المتبقية من هذا الشهر والبعض سأصوم بنية الست في شهر ذو القاعدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي أيوب عند مسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فأجروا صيام الست مترتب على القضاء وبالتالي عليها أن تقضي ثم بعد القضاء تصوم الست حتى يحصل له هذا الأجر لكن بعض النساء تسأل وتقول إن العادة أتتني ولم أتمكن فإن بدأت بالقضاء فإنه في مثل هذه الحال لا يمكن أن أصوم الست في شهر شوال فماذا أصنع هل أؤخر صيام الست إلى شهر ذو القعدة أم أنني أبدأ بصيام الست قبل القضاء لهذا العذور نقول في مثل هذه الحال بما أنها أتتها الدورة وهي معذورة ففضل الله عز وجل الواسع فعليها أن تقدم صيام الست ثم بعد ذلك تصوم القضاء فيما بعد ذلك لأنها لو قدمت القضاء ثم أخرت صيام الست فإنها ستقع في شهر ذو القعدة وبالتالي فإنها لم تقع هذه السنة في زمانها الشرعي الذي هو شهر شوال بارك الله